شارك رئيس مجلس النواب سلطان البركاني في الجلسة الختامية لاتحاد البرنامان العربي المنعقد في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمشاركة رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية وأكد البيان الختامي الصدر عن المؤتمر أن قضية فلسطين العربية بشعبها وترابها ومقدساتها المسيحية والإسلامية وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ستبقى بوصلة العرب والمسلمين والمسيحيين إلى يوم الدين مشددا على أن حل الصراع العربي الصهيوني لن يكون ممكنا أو محتملا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتفعيل وتطبيق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وجدد المشاركون في المؤتمر تأكيدهم على الإدانة الشديدة لإيقاف حرب الإبادة الظالمة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية كما تم إدانة المشاركة الإجرامية لبعض الدول الداعمة للكيان الغاصب عسكريا واقتصاديا وثمن المشاركون عاليا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي تم التصويت عليه بأغلبية مطالبين بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة مشيدين بموقف دولة جنوب إفريقيا لمبادرتها بإقامة دعوة لدى محكمة العدل الدولية بشأن مجازر الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الكيان الصهيوني وبقرار محكمة العدل الدولية القاضي بإلزام دولة الكيان الصهيوني بالوقف الفوري أو بالوقف الفوري لإطلاق النار في رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مقدرين مواقف الدول التي قطعت علاقاتها مع دولة الكيان الصهيوني احتجاجا على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق وفيما يتعلق بالأوضاع الراهنة في اليمن دعا البيان إلى أهمية دعم جهود السلام الشامل والمستدام القائم على المرجعيات المتفق عليها ودعم جهود المبعوث الأممي بما يحقق السلام المستدام والحل السياسي الشامل ودعم جهود الوساطة التي تقوم بها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وأكد البيان على دعم أمن واستقرار وسيادة الدول العربية مؤكدا على سلامة أراضيها وعلى توفير الدعم اللازم لتحقيق تطلعاته وطموحات الشعوب العربية داعيا في ذات السياق كافة الأطراف إلى نبذ استعمال القوة وتغليب رغة الحوار على لغة العنف ترجمة نانسي قنقر